جات الوفود على القاهرة النهاردة الصبح فأنا عندي الوفد الأمريكي وعندي الوفد الفلسطيني وعندي الوفد الإسرائيلي وبطبيعة الحال أنا مصر طيب في الاجتماع ده مصر لأن هي شايفة المعادلة بكاملها بكاملها مصر شايفة المعادلة كلها بكل تفاصيلها كل أنا قلته لك وبالتأكيد يزيد لقلت لك في النهاية عبارة عن قراءات في التقارير الصحفية المنشورة إما في الصحافة أو إما في التلفزيونات إلخ إلخ أو حتى فيما ينشر في المركز البحثية بالتأكيد وبطبيعة الحال أن المفاوض المصري عنده ما هو أكثر فمصر خدت قرار بإيه في هذا الاجتماع أو وصلت لإيه في هذا الاجتماع مصر تمسكت بموقفها السابت نحو ضرورة الانسحاب الإسرائيلي من الجانب الفلسطيني لمعبر رفح علشان يتم استقناف تشغيل المعبر مرة تانية وده احنا تكلمنا في مبارح مصر واخد الموقف ده أنا مش هتعامل مع الإسرائيليين عن معبر ده لو الدنيا طربقت هنتعامل على المعبر لما ينسحب الإسرائيلي الوفد الأمن المصري أكد أنه إسرائيل هي المسؤول الكامل عن عدم دخول المواد الإغاثية والمساعدات الإنسانية الأهلين في قطاع غز الوفد المصري متمسك حتى هذه اللحظة وبقولك للأبد بضرورة العمل الفوري لإدخال ما لا يقل ما لا يقل ده الحد الأدنى عشان بوضع أنت تفهم ده الحد الأدنى لا يقل عن 350 تريلة كل يوم محملة بالمساعدات لأهلين في قطاع غزة فيها بقى كل المواد اللازمة سواء إذا كانت غزائية طبية أو وقود ما تجيش تقولي أسطنى هدخل مساعدات الغزائية بس وش دخل وقود هدخل الطبي بس مش هدخل آكل لا هو كله ده الموقف المصري